بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما بإذن الله أنا الصوتي عالي إحنا اليوم يوم تاريخي احفظوه هذا اليوم يوم الجمعة هذا التسعة عشر يوليو هذا يوم تاريخي بكل معنى الكلمة هذا يحكس انتصارا عربيا غير مسبوك يعني إحنا في هاليوم السعيد إنه طائرة يمنية بتيجي 2000 كيلومتر وبتتفجر تل أبيب وجنب السفارة الأمريكية في تل أبيب والإسرائيليين نايمين نايمين وبشخروا يعني بيصحوا بلاقوا حالهم راح الأمن راح كل شيء يعني هذا فعلا عمل غير مسبوك إنها تيجي هاي المسيرة هاي المسيرة أبو يمن هذي هدهد أبو يمن بييجي وبيختر تسع ساعات طيران ويخترق كل الرادارات الإسرائيلية والأمريكية كمان ويصل لتل أبيب ويقصف أهم شارع في تل أبيب على بعد أمتار محدودة من السفارة الأمريكية هذا حدث تاريخي هذا حدث غير مسبوك هم يتعودوا يقصفوا حد ما وصمنا هم اللي تعودوا يقصفوا القاهرة يقصفوا بيروت يقصفوا الأردن يقصفوا دمشق لا الآن اتغيرت الصورة هذه هي المرة الأولى منذ ستة وسبعين عاما توصل طائرة مسيرة متقدمة وتضرب تل أبيب أو يافة اللي صارت تل أبيب مثل ما بيقولوا الأشقاء اليمنين حتى بيقولوش تل أبيب بيقولوا هذه يعني تل الربيع يعني فهذا ما حصلش أبدا لا في حروب العرب ولا غير العرب فالآن هاي يعني أنا متأكد ملايين ملايين عشرات الملايين مئات الملايين من الشرفاء في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي اليوم بيحتفلوا بيتعودون على الهزائم هاي الأنظمة هذه الأنظمة المتواطئة المضبوعة من أمريكا وإسرائيل عودتنا على الهزائم أنا أمرك سيدي لا الآن فيه تغير تاريخي في المنطقة غير مسبوك على الإطلاق يعني ألفين كيلومتر ألفين كيلومتر فمش هذا عقل عربي جبار وحتى يقولك والله إيراني عقل إيراني جبار ليش لا؟ إنه إحنا يعني نتصدى لهذه الغرور وهذه الغطرسة الإسرائيلية روحوا شوفوا الإعلام الإسرائيلي حالة مناحة بأبدا يعني لطم لطم يعني إنه راحت خلص مفيش مكان آمن في دولة الاحتلال على الإطلاق اليوم قصفوا تل أبيب بكرة بيخصفوا حق الكريش وغاز كريش ونفط كريش وبغصوا كمان اللي هو حيفا ومرفأ حيفا وبدمروا مطار الليد أو بنغوريون هذا القصة خلص أصبح كل منطقة كل مكان كل هدف في دولة الاحتلال أصبح الآن معرض للهجوم الهجوم من مين؟ من مين؟ من الناس اللي ثمن أشهر ما قبضوش راتبهم أو حتى ثمن سروات ما قبضوا راتب ناس أبدا قال لك إحنا مع غزة إحنا مع العشقاء في غزة وإيش التوقيت اللي أجا هذا توقيت غير عادي أجا هذه المسيرة المباركة أجت يعني بعد ساعات من زيارة نتنياهو لرفح رايح يتباهى إنه هين أنا في رفح هين أنا منتصر لا هاي طب ولا اسمع داله صوت انخرس اتخبى هو كل جنرالاته وقلنس الصحافة العبرية تقولك ما أعطانا ولا حكوا ولا أعطونا مبرر هذا انهيار كامل لقوة الردع الإسرائيلية هذا انهيار كامل للاستخبارات اللي بتباهوا فيها للاستخبارات وللجيش ولسلاح الجو ولا شيء كمان يعني أجه هذا رد على أنه تخفيض إسرائيل لإمدادات المياه للقطاع 94% بدهم يموت الناس جوعا وعطشا لا في ماء لا في كهرباء لا في مية لا في غداء لا يعني ما في شيء على الإطلاق بدهم الناس بدهم يموت الناس هذا هو أجرد هم إحنا هنموت من المية من العطش هم حيموتوا من الخوف هم حيموتوا من الخوف إحنا حنموت من الجوع أوكي ما حنموت من العطش أوكي حنموت من فيش كهرباء بلاش لكن هم الآن حيموتوا من الخوف من الرعب لأنه أصبح خلص وجودهم حقيقة مهدد هذا البداية وليش هاي الطيارة هاي اللي هي يافة وسموها يافة يا سلام ما أحلى هالأسم يا سلام والله على قلبي زي العسل يافة هذه العاصمة الفلسطينية التاريخية عاصمة الفن والبزنس والابداع بكل معنى الكلمة والصحافة هاي شيء جميل سموها يافة ليش سموها يافة لأنه بعطينا على يافة اللي هي بقوله تل أبيب أو تل الربيع هذا هو اختيار موفق يعني والله لما بسمع العميد يحيى سريع هذا المتحدث باسم المؤسسة العسكرية اليمنية والله بيقولك أنه هذا اللي هو يعني سرب المسيرات سلاح المسيرات في الجيش اليمني في الجيش العربي اليمني يا سلام سلاح المسيرات يعني وين سلاح الأسلحة الجوية في الجيوش العربية هاي اللي دفعوا مئات المليارات لتسليحها وطائرات ولا نفعها هاي مسيرة هاي حقها المسيرة ما بتكلف أكثر من 3000 دولار 4000 دولار هاي هاي بتهز إسرائيل وكل المشروع الصهيوني الإسرائيلي من جذوره وبتختلعه كليا بتشيله طيب يعني هذا هو الإنجاز طيب يعني إحنا بنوره الآن بمرحلة مختلفة كليا يعني الآن إحنا يعني هذا الأهل في قطاع غز الآن حقيقة يعني 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 بقولك على الأقل طيب إحنا دموت وهم بيموتوا مش بس إنه إحنا بس يعني هذا تدمير للروح المعنوية الإسرائيلية هذا انتصار عسكري ونفسي في الوقت نفسه وهذا رفع معنويات طيب إحنا بدها ترد إسرائيل ترد ما عندهاش طائرات تروح 2000 كم وترجع 2000 كم لليمن وتوصل اليمن وتقصف اليمن طيب إيش بتقصف اليمن؟ إيش بدها تقصف إسرائيل في اليمن؟ ما أمريكا بتقصف وبريطانيا بتقصف واليمن هايوا بيبعد طيارة وبتوصل يعني هذه الطيارة مطورة رد على الأسلحة على الصواريخ العربية وعلى القواعد الأمريكية في الدول المحيطة بدولة الاحتلال اللي تصدت بصواريخها للصواريخ اللي رايحة على النقب على مفاعل ديبونا هذا رد على الصواريخ اللي أسقطت الصواريخ الأمريكية أو العربية اللي أسقطت الصواريخ الباليستية اليمنية اللي كانت راحت على إيلات وإيلات فلست فلست كلياً ما عادتش أم الرشراش ما عادتش موجودة خلص يعني هذا بسبب المقاومة إحنا أجبرونا على هاي المقاومة يعني هم ما بدهمش سلام ولا بدهم تعايش هم ما بدهم إذلالنا وفكروا العرب أغبياء كل العرب أغبياء لا مش أغبياء العرب في عرب أذكياء وفي عرب شجعان وفي عرب رجال وفي عرب ما بيسكتوا على الضيم على الإطلاق هذا هم يعني تشابهت عليهم البقر الإسرائيليين والأمريكان معاهم فكرونا قطيع غنم لا الآن لا في ناس فعلاً بيقدروا يخلقوا تكنولوجيا جديدة طيارات مسيرة جديدة كإسرائيل هزمتنا بسلاح الجو ثابت الأجنحة الآن بيهزموا إسرائيل العرب بالمسيرات المسيرات بتكلفش شي هاي مثلاً الف مي الف خمسة ثلاثين الأمريكية بدها على أقل يعني يمكن سبعين أو ثمانين مليون دولار لا الآن هاي السلاح المسيرات ببلاش تقريباً ببلاش مش أولا شيء وهزم هاي الأسلحة الأمريكية المتطورة ودمروا أسطورة الباتريوت ودمروا أسطورة كمان كالصواريخ الأخرى الأمريكية فهذا التطور جديد لكبير جداً بدهم يردوا في اليمن أهلاً وسهلاً يردوا في اليمن والله إذا هذا يعني أو بدهم يردوا في لبنان بدهم يضربوا معطار بميروت مثلاً زي ما بيهددوا وين؟ طب هذا بوسعوا الحرب وإذا وسعوا الحرب أبداً ارتدت عليهم سلبياً حتى الآن لسه ما شافوش صواريخ العراق ولسه ما شافوش الصواريخ الدقيقة بتاعت حزب الله ولسه ما شافوش إيش عنده اليمن هذا أبو يمن العظيم من مفاجأات الدنيا بتتغير وبتتغير لمصلحتنا لأنه في ناس شجعان في ناس رجال بكل معنى الكلمة ما بيخافوا إلا من الله بس ولا بيخافوا من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من كندا ولا كل هالعالم ما بيخافوش منه لا بيخافوا بس من الله بدك شهادة أوكي إحنا جاهزين للشهادة هذا هو اللي بيصير في المنطقة والله إذا ردوا هاي بتكون يعني شيء غير عادي والله هيدفعوا ثمن غالي قال أنتس بقول اليمن هيدفع ثمن والله إنتوا اللي هتدفعوا ثمن والله هاي بداية بس أول الرقص حنجله لسه لسه جاييكم أشياء كثيرة جدا لأوا بعدين إيشها شوف الغرور والغطرسة والله يمليح اللي أجد هاي الطيارة بعد يوم واحد من قرار الكنيسة بإلغاء قيام دولة فلسطينية مستقلة يا سلام هذه الصفعة لكل المطبعين اللي راحوا بدنا نطبع عشان نعمل دولة فلسطينية وين ها الدولة الفلسطينية هاي الكنيسة بإجماع ساحق أو بأغلبية ساحقة ألغوا الدولة الفلسطينية فيش دولة فلسطينية طب إيش تقول ليش عم خلته تطبيع ليش رحتوا على التطبيع ليش ما توقفوا التطبيع كمان ما سمعناش صوت الرئيس محمود عباس طب يا أخي أنت كنت بتقول عشان دولة فلسطينية إحنا بدنا دولة فلسطينية والعالم يعطينا دولة فلسطينية طيب هاي هم الآن سكروا الباب على الدولة طيب يا أخي ولا كلمة حق ولا كلمة طيب يعني وين حركة فتح وين حركة فتح لازم تتحرك لازم شرفاء فتح هاي اللي حملت راية النضال الفلسطيني من أكثر من يعني سبعين سنة أو ستين سنة يعني هذا لازم يصير في تحرك لازم يصير تحرك خلاص هاي السلطة انتهت لكن احنا بدنا يكون في المقاومة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة موحدة وتكون على أرضية اللي هي النضال الفلسطيني الجهاد الفلسطيني الشامل خلاص هاي الغاء قيام دولة فلسطينية هذه يعني اللي هي تكفين للسلطة تكفين للرئيس عباس تكفين لكل هؤلاء اللي عايشين في هاي الآن على وهم سلطة فلسطينية احنا ابو يمن احنا بدنا المقاومة احنا بدنا اللي يقفوا مع المقاومة احنا بدنا من اللي فعلا عملوا الانفاق والهؤلاء هم اللي يجب ان يحكمونا ويحكموا غزة ويحكموا الضفة ويحكموا العرب كلهم اللي بقاتل المشروع الاسرائيلي هو الذي يجب ان يحكم العرب هو الذي يجب ان يتزعم الامة العربية والامة الاسلامية ايضا اتوقف عند هذا الحد ان شاء الله لالتقي يوم الثلاثاء لكن انا اتوقع ربما فيديوهات قبل ذلك لانه في تطور في الان المنطقة على كف عفريد شكرا وإلى اللقاء